تواجد الذي بدأنا فيه طبعا بدأت رحلتنا اليوم من محطة كافد وصولا عبر المسار الأصفر إلى مطار الملك خالد الدولي في رحلة تقريبا استغرقت حوالي 27 إلى 28 دقيقة في العاصمة الرياض تجربة مختلفة خصوصا حتى على مستوى تجربة السفر بشكل عام من العاصمة الرياض اليوم احنا تواجد في هذه المحطة في مطار الملك خالد الدولي هذه المحطة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى صالة رقم ثلاثة وصالة رقم أربعة وخاصة بشركات الطيران السعودية مثل طبعا الخطوط السعودية وطيران ناس وفلاي أديل فتوجه من خلالها أيضا من خلال المسارات المعدة في المطار إلى الصالات الأخرى وهي طبعا صالة واحد وصالة اثنين التي تعمل بشركات الطيران الأجنبية